اهلا اهلا بكم اعزائي بفيديو جديد. واليوم سنتعلم حول theme.json. فبكل بساطة اقوموا بانشاء ملف اسمه theme.json بهذا الشكل. فنحن انشأناه واذا قمنا بفتح theme.json سنجد ان هذا الملف فارغ. لا يوجد به اي شيء. طبعا theme.json يتطلب منا معرفة برمجية معينة. اه وربما هذا انتم لا تعرفونها. فتتبعوا معي حتى تعرفون اه ما هو لماذا هذا الملف اسمه .json. وثم نتعلم اه ما هو هذا الملف اصلا. فملفات json التي نهايتها json. الهدف منها هو تناقل البيانات اه بين الانظمة المختلفة. جيد? او تناقل البيانات. فانا هنا اريد تمرير معلومات اه بثيم .json اريد تمريرها مثلا لقالب wordpress. اريد تمريرها لwordpress. جيد في هذه الحالة. اما بشكل عام اذا كان ادينا ملف اه .json يعني انني هنالك معلومات اريد ان امريرها. طريقة كتابة هذه المعلومات طبعا اه معروفة في كل ملفات json. ليست فقط بثيم .json بكل ملفات json. والطريقة هي التالي هو ان نبتع كيرلي بريكتز بهذا الشكل ونغلقها. هذا الشيء ضروري جدا بثيم .json. او ضروري جدا بملفات json. ان كانت ثيمة او غيرها. فانا الان اعلمك اه صيغة ملفات json او syntax. فبالنسبة لملفات json فمثلا انا اريد تمرير الاسم. مثلا اسم علي. فكيف امرره بهذه الطريقة? اقوم بكتابة اسم المعلومة التي اريد تمريرها. مثلا اسمها name. ثم اكتب نقطتين رأسيتين. ثم اكتب قيمة هذه المعلومة. مثلا قيمتها علي. لكن الطريقة الصحيحة للكتابة هو انني اكتب double quotation هكذا وبداخلها name. واكتب double quotation وبداخلها علي. طبعا انا اقول double. double quotation. double quotation يعني هذا التي هي فيها يعني اثنتين يعني. اما single احادية يكون فيها واحد فقط. هذا هو الفرق. لكن double هي التي تستقدم بjson. فاذا استخدمت single لن ينفع. جيد. فهذه معلومات json عامة ليس فقط بwordpress. في كل ملفات json. طيب. الان اذا اردت ان ادخل مثلا الصف. مثلا معلومة اخرى عن صف علي. فبكل بساطة اكتب نفس الطريقة. grade مثلا واكتب first grade مثلا. لكن بالgrade كما اتفقنا يجب ان نحيطها بماذا? يجب ان نحيطها بdouble quotation. وfirst يجب ان نحيطها بماذا? بdouble quotation. لكن طالما لدينا هنا اه يعني معلومتين فيجب ان نفصل بينها بكمة. فاذا هذه هي الطريقة الصحيحة كتابة معلومات اه جيسون او ملفات جيسون. هذه ال name اسمها key. وهذه علي اسمها value. هذا ال grade اسمه key. وهذا الفرث اسمه value. جيد? طيب. انا مثلا قمت اضافة كما هنا. هل هذا صحيح? بجيسون غير صحيح. الانصر الاخير لا يتم اضافة له كما. فاذا الان اذا اردنا ان نكتب. اذا ثواني. اذا اردنا ان نكتب الاشياء هنا لثيم دوت جيسون. اريد ان نكتب الان ثيم دوت جيسون. فثيم دوت جيسون يفترض ان يكون فيه نفس الطريقة. key بهذا الشكل. ويفترض ان يكون فيه value ايضا. صحيح? طيب. الان قد تقول لي طيب. انا سا اضع بثيم دوت جيسون key و value. لكن ما فائدة ثيم دوت جيسون بي wordpress. فذا فائدة ثيم دوت جيسون بي wordpress عزيز المتابع. هي انه هو يمرر معلومات. معلومات ماذا? معلومات الشكل العام للقالب او الستايل. استايل القالب اما استايل العام مثلا مثل ان اريد انا مثلا الكنتينر للصفحة او المحتوى يكون له مثلا عرض تسعمائة بيكسل. هذا ستايل عام مثلا للقالب. او مثل ستايل معين للشيء معين. مكون معين بالقالب. مثلا انا اريد ان اجعل كل الهيدنج الموجودة في الموقع او الاتشوان لونها اخضر. او مثلا انا اريد الهيدنج الذي اه الذي له مثلا اه مثلا اه مثلا اه مثلا اه سبيشال اريد لونه احمر. مثل هذه الامور. فمثل انا اريد ان ادعم خطوط معينة في القالب الخاص فيه. يعني اريد الخط العام ان يكون مثلا خط اه مثلا اه خط اه معين شيء معين. او مثلا اريد حجم الخطوط يكون شيء معين بالقالب الخاص به. هذا هذا الموضوع كله اعزائي. كل هذا الموضوع الذي انا اقوله يمكن ان اضيفه لثيمتو جيسون. فاذا معلومات الشكل العام اضيفها لثيمتو جيسون. هذه هي فكرته. فاذا ثيمتو جيسون الان ما هي الاشياء التي ساكتبها فيه? بداية ساحدد اي نسخة من ثيمتو جيسون انا استخدم. فالكي هنا اسمه والقيمة هنا هي اثنين. لاننا سنستخدم النسخة الثانية. واضح? طيب. فاذا نلاحظ اعزائي بي بارت لدينا هيدر دوت اتش تامل. هذا الذي انشأناه في وقت سابق. فانا بكل بساطة يمكن ان اضيف هذا ايضا بثيمتو جيسون. اقول ان قالبي يدعم هذه الامور. فبكل بساطة ساكتب هنا تيمبلت بارت. والتيمبلت بارت هي فعليا يمكن ان تكون قائمة. قائمة من الامور. القائمة بجيسون نعبر عنها بسكوير براكتز هكذا. والقائمة هي فقط يعني عناصر. يعني قائمة من العناصر. يمكن ان تكتب فيها مثلا واحد اثنان ثلاثة هكذا. او يمكن ان تكتب فيها مثلا قائمة من الاسماء مثلا علي مثلا نورس مثلا هكذا. بالنسبة للتمبلت بارت. فهي فعليا قائمة لكن قائمة من من التمبلت بارت. وكل جزء يعني هنا لدينا اه هيدر. هيدر. يمكن ان يكون لدينا ايضا فتر. يمكن ان يكون لدينا سايد بار. يمكن ان يكون لدينا اي شيء هنا. فكل واحدة منها لها خصائص خاصة. فبالتالي ساكون بالتعبير عنها كوبجكت هذه اسمها فيضلا الوبجكت يتم فتحها هاهة اه ويتم اغلاقها بآ كورتي براكتز بهذا الشكل. فهذه الوبجكت نفس فكرة الجيسون الذي تعلمناه سابقا نفسه. انه لديها key وهنا لديها value. نفس الفكرة. نفس الموضوع. فإذن الكي هنا بالنسبة لإسم هذا التمبلة آآ اسم هذا هو اسمه هيدر. لاحظوا اسمه هيدر. هيدر يعني اسمه هنا ما هو هيدر. لاحظوا انتبهوا الاسمه اللتر وكبت اللتر. فإذن اسمه هيدر. طيب بدون اللاحقة. التايتل الخاص به يمكن أن نضيف له تايتل هنا مثلا نقول ال او يكون هيدر مثلا. دعونا نسميها كده يكون التايتل. وهنا يمكن ان نضع. الاريا اين نريد فعليا ان يتم وضع هذا او هذا لأي منطقة. هذا الكود الذي انتي كتبته بالهيدر لأي منطقة من الموقع فعليا هو عفوا فعليا هو لمنطقة الهيدر. فسأكتب هيدر. بهذا الشكل. وفقط. اذا هذا التمبلة بارت انا الان لعمت هذا بثيل دوت جيسا. فإذن الان لو ذهبت لموقعين. وذهبت لمظهر تحت المحرر. هنا يدينا القوالب. جيد. ويمكن انا اقوم بفتح اي واحد. مثلا الاندكس هنا. جيد. وتحرير هكذا. فاذا قمنا بالنقر هنا. طبعا ربما انا اضفته هذا بشكل يعني مباشر. لكن باشارة البلاس. اذا قم بنقع اشارة البلاس. وبحثت عن الهيدر. لاحظوا ظهر لي هنا هيدر ون. لاحظوا هو نفسه الشيء الذي انا وضعته هنا. نفسه. لكن هذا نفسه. هيدر. لكن انا بثيم دوت جيسون ماذا فعلت? اعطيت معلومات اخرى عنه. ان هذا اسمه هيدر مرة اخرى. النايم هيدر هو نفس اسم الملف طبعا بدون HTML. وهنا لدينا تايتل هيدر ون. جيد. تايتل هيدر ون الذي يتم عرضه هنا فعليا. واضح. والاريا هي الهيدر. لان مثلا اذا اراد الشخص ان يحرر مثلا الهيدر فقط. او منطقة الهيدر فسيقترح علي ان هذا النموذج للهيدر. واضح. طيب. يمكن مثلا انا ان اقوم باضافة بارتس اخر هنا. يمكن ذلك. اذا لن اقوم بذلك. فمثلا اكتب بارتس. واقوم بانشاء مثلا سايد بار دوت اتش تعمل. وهنا اكتب فقط. يعني ساكتب شيء بسيط. ساكتب. هذا السايد بار موجود الان هنا. اذا قمت انا بالتحديد. فاذا هنا اذا بحثت عن سايد بار. هل ساجده لنا? فاذا ها هو. موجود. لكن اذا ارد ان اضيف له اسم معين. فيمكن ان اكتب هنا هكذا. لاحظوا ساقوم باضافة كوما. لان اريد اضافة معلومة جديدة هنا. وهذه المعلومة ساريد ان اضيف السايد بار. لاحظوا النيم سايد بار. لان اسمه هنا سايد بار. وساضيف مثلا هنا بالتايتل ساكتب كاستوم سايد بار. جيد. الاريا يمكن ان نتركها فارغة. فاذا لا نكتبها اصلا. لاحظوا ان انتبهوا ان عندما تكتبون هنا كوما هذا خطأ. لان هذا اخر عنصر موجود بهذه القائمة. واخر عنصر لا يجب ان نضيف له كوما. وايضا عندما تكتبون هنا هكذا. هذا اخر كيوة فاليو بهذه الابجيكت. وبالتالي لا يجب ان تضيف لكم خطأ. وهذا خطأ قاعدة. الان اذا حدثت مجددا. ومرة اخرى قمت بالبحث. لاحظوا سيظهر لي كاستوم سايد بار. لماذا ظهر لي كاستوم سايد بار? طيب. الان لاحظوا اعزائي. يمكن ايضا هنا ماذا نفعل? ان نضيف ملف مثلا اخر هنا. نسميه footer.html. لاحظوا ان يمكنك ان تسميه ما تريد. يعني ليس فكرة ان هذا يجب ان يكون footer وهذا يجب ان يكون هذا. لكن متعارف ان نسميه بهذه التسمية. طبعا بالfooter هنا ساكتب فقط this is footer. بهذا الشكل. فالان بثيم دوت جيسون نفس الشيء. سانسخ هذا جيد. وساضف كما هنا. وهنا ساكتب name footer وهنا ساكتب مثلا custom footer ما رأيكم? انا اعطي هذه الاسماء حتى نميزها. وساضيف هنا area ان هذا مستخدم بمنطقة الفوتر. بهذا الشكل. طيب. الان لو قمت مرة اخرى بالتحديد. ظهر خطأ قبل قليل صحيح. الان سارى معه. فاذا اذا بحثت عن footer. لاحظوا سيظهر لي custom footer. اه والذي هو دعونا نضيفه حتى اريكم. فاذا footer. الذي في محتويات this is footer. اذا هل هذا واضح? طيب. اه لاحظوا الان ظهر الخطأ السابق. الان سنراه. اه كيف سنراه? بالبساطة يمكن ان نكتب. هذا الخطأ السابق. اه لاحظوا. هذا الخطأ السابق اعتقد. نعم. هذه. هذا هو. يمكن ان نراه هنا في الاعلى. اين ذهب الخطأ? او يمكن ان نكتب اريح يعني لنا. فاذا هذا هو الخطأ في الاعلى. ماذا يقول? يقول ان الاريا بالتمبليت فارت غير محددة. وقد تم اضافتها كغير مصنف. فاذا يمكن هنا يجب ان نضيف الاريا كما يبدو فدعونا نضيفها. فاذا هنا اريا الخاصة بالسايد بار. اذا يجب ان نضيفها. اه ولينا لا اذا لم نضف الاها قيمة. هل سيقوم باضافة نفس المشكلة هنا ام لا? نعم نفس المشكلة. والتالي يمكن ان تضيفها مثلا بنفس التصنيف الذي هو وضعه هنا. فاذا بهذا الشكل ونغلق ضروري. فاذا هذه هي الطريقة. فاذا لنرى هل سيكون باضافة ايضا خطأ? لا سيذهب الخطأ. منتز.